اليوم إحاطة جديدة ولكن ليس ثم تهتمام من قبل المواطنين تحديدا أو الشارع اليمني كيف قرأت هذه الإحاطة وما الجديد التي قد قدمت فيها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أولا أخي الفاضل أحييك وأحيي الزملاء في الأستوديو وفيما يختص بالإحاطة إحاطة المبعوث الأممي طبعا جاءت مخيبة للآمال كسابقاتها من الإحاطات الأممية التي لم تلامس الواقع المعاش للشعب اليمني ولم تأتي بشيء أو نستطيع من خلالها أن نقول أنها رسمت أفق واضح للإخراج اليمني مما هو في هذه الإحاطة كسابقاتها من الإحاطات التي أنا من وجهة نظري أرى أنها مخيبة للآمال وبالتالي عندما يتحدث المبعوث الأممي عن الهدوء النسبي وهو يرى أو طبعا مكتبه مطلع اطلاع كامل على خروقات الحوثيين وشنهم للعديد من القارات في الحديدة في تعز في مارب في أيضا في إب في الظالع ذكرها أيضا ولكنه لم يشر إلى أن هذه الجماعة تقوض كل سبل السلام بل حتى عندما تحدث عن الموضوع الاقتصادي تحدث على أن هناك صراع ما بين الأطراف وكأن الحوثيين أصيل في المجتمع مع العلم أن هذه الجماعة قوضت كل أسس الديمقراطية وقرفت الاقتصاد اليمني وفرضت قيود على التجار وعلى المنشآت الاقتصادية وسيطرت على المرافق والمؤسسات الإيرادية وبالتالي الإحاطة جاءت مخيبة للآمال ولم تراعي الوضع الأمني والمعيشي للشعب اليمني